قامت مجموعة من الشباب بمحاولة تحطيم جسر جزاجي في الصين مستخدمين لذلك المطارق الحديدية الثقيلة وذلك لإثبات قدرته الكبيرة على تحمل أشق المهم في المستقبل ويمتد الجسر المصنوع من 99 لوحا من الزجاج المقوى على ارتفاع يبلغ 300 متر في سفح جبل تيانمين الصيني هذا ومن المقرر أن يتم فتح الجسر للجمهور هذا الصيف حيث سيكون بإمكانهم مناطلاع على هذا الإنجاز المذهل في مجال الهندسة المعمارية والذي يوفر لزواره مناظر فريدة ورائعة داخل حديقة وطنية في مقاطعة هنان الصينية ويقول المشرفون على المشروع بأنه حتى لو وقعت شقوق في الأرضية الزجاجية للجسر فإن كل لوحة زجاجية بإمكانها أن تحمل ما يصل إلى مجموع أوزان عشرين شخصا وفي محاولات لإثبات هذه الادعاءات قدمت مجموعة من المطارق الثقيلة إلى عدد من المتطوعين في محاولة لتحطيم أرضية الجسر والذي كلف بنائه أكثر من خمسين مليون دولار وأظهرت لقطات المصورة صلابة غريبة لهذا الجسر الزجاجي والذي ظل متينا بالرغم من الشقوق الذي ظهرت أو التي ظهرت على أرضيته بعد أن انهالت عليه مطارق المتطوعين والدين مظل رائما يبدو أن الشجران في الظالم اللغة التكبرت هنا سوى سوى نحن 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 المفتد